سلطات أبيان تشكل لجنة تحقيق في اشتباكات لودر وتسلم الانتقال معسكرا بعد سيطرة المقاومة الجنوية علي وجهد متقطع بين الجيش وميليشيا الحوثي في ثلاث جبهات بتاعز واستشاد وإصابة 19 مدنيا بينهم أطفال من فجار ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي في خمس محافظات أهلا بكم البداية من أبيان حيث واجهت السلطات الأمنية في المحافظة بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث والمواجهات التي شهدتها مدينة لودر بين فصائل متناحرة تابعة لانتقال المدعوم إماراتيا وأفادت إدارة أمن أبيان أنه بناء على قرار تشكيل لجنة التحقيق سلم مدير أمن المحافظة العميد علي ناصر بوزيد مقر الحزام الأمني إلى قائده أمين حيدرة وذلك بعد ساعة من سيطرة إحدى فصائل الانتقال على المعسكر وفي وقت سابق من يوم أمس قتل وأصيب ستة من قوات الانتقال في مواجهات داخلية شمال شرقي محافظة أبيان حيث اندلعت المواجهات بين عناصر من الانتقال كانوا على متن عربتين عسكريتين في الطريق الدائري بمدرية لودر نددت نقابة الصحفيين اليمنيين بما يتعرض له الصحفي خالد الكثير من مضايقات في عمله الصحفي في المجال الرياضي بمحافظة حضرموت أكد بيان صادر عن نقابة الصحفيين فرع حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرة تضامنها مع العديد من منظمات المجتمع المدني مع الصحفي الكثير فيما يواجهه من تضييق لحرية الرأي والتعبير نتيجة نشره كتابات للدفاع عن حقوق المؤسسات الرياضية لا سيما نادي السيئون الرياضي الاجتماعي وأشار إلى أن القضية المرفوعة ضد الكثير ما هي إلا محاولة لإسكاته وتخليه عن مثل هذه القضايا التي تهم قطاع الشباب والرياضيين إلى ذلك حذرت مكونات قبلية في محافظة حضرموت من خطورة الوضع الذي تمر به المحافظة في ظل إصرار المجلس الانتقالي الجنوبي فرض السيطرة على ود حضرموت ومؤخرا كشفت مرجعية قبائل حضرموت عن استقدام الانتقال لعناصر من خارج المحافظة واستحداث معسكرات تدريبية تتبع المجلس الانتقالي الذي هدد بالخيار العسكري لطرد قوات المنطقة الأولى على وقع حالة التوتر والتصعيد الذي تعدى حالة التحريض الإعلامي إلى مرحلة التحجيد العسكرية يمضي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في محاولته توسيع جغرافيته العسكرية باتجاه التمدد إلى وادي حضرموت شرقي البلاد في هذا السياق كشفت مرجعية قبائل حضرموت استحداث معسكرات أنشئت حديثا على أطراف مدينة سيئون في منطقة جثمة وبنين وأخرى في ساحل المحافظة كالي وإبارشيد تضم جميعها قوات عسكرية من خارج المحافظة وتعمل دون أي تنسيق مع أصحاب الأرض بحسب بيان المرجعية لم تنفك أطمع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا للسيطرة على وادي حضرموت بعد فشل محاولات انتزاعها لقرارات من المجلس الرئاسي تخدم أجندة مشروعها ها هي تناور مرة أخرى عبر محاولة إثارة العبث والفوضى عبر عناصرها في مديريات حضرموت الهادئة بل تعدت ذلك لاستقدام قوات من محافظات تقع تحت سيطرتها حين فشلت في إقناع أصحاب الأرض بمشروعها يبدو أن دائرة الرفض الشعبي لمشروع الانتقالي تتوسع في محافظة حضرموت فقد أعلن حلف قبائل حضرموت خلال اجتماع موسع له في مدينة سيئون رفضه القاطع لتواجد أو استقدام أي قوات من خارج المحافظة مهما كانت ذراء عوجودها داعيا إلى تجنيد عشرة آلاف فرد من أبناء المحافظة رسميا وتأطيرهم في مؤسسات الدولة العسكرية وتمكينهم من حماية أرضهم ومكتسباتهم مكونات أخرى سياسية واجتماعية كانت قد أعلنت رفضها لحالة العبث والتصايد الذي يقوده الانتقالي المدعوم إماراتيا على مؤسسات الدولة في وادي حضرموت أبرزها مرجعية القبائل والعصبة الحضرمية ومؤتمر حضرموت الجامع الذين حذروا جميعهم من خطورة جر حضرموت إلى مربع الصراع والفوضى وحالة لا دولة وفي حالة الصمت التي تنتهجها المؤسسات الرسمية والمجلس الرئاسي والتحالف الذي تقوده السعودية تؤكد مرجعية قبائل حضرموت استعدادها الكاملة لمواجهة ما وصفتها بالأخطار المحدقة بحضرموت ولو بإمكانياتها الذاتية على صعيد آخر أفادت مصادر ميدانية بتجدد الاشتباكات المتقطعة بين الجيش وميليشيا الحوث الإرهابية في الجبهات المحيطة بمدينة تعز وقالت المصادر واليمن شباب عن أن الاشتباكات تجددت اليوم بالأسلحة المتوسطة في جبهتي عصيفرة والدفاع الجوي شمالا وجبهة العنين بعزلة بلاد الوافي التابعة لمدرية جبل حبشي وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء أصيب المواطن المسن عبد فرحان مهيوب برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في منطقة العنين ونقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المدينة بحالة حرجة أعلن مرصد حقوقي اليوم الأربعاء مقتل وإصابة 16 مدنيا نصفهم من الأطفال بانفجار ألغام ومقذوفات من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية في حوادث منفصلة خلال العشرة الأيام الماضية من شهر يناير الجاري وقال المرصد اليمني للألغام إن طفلين شقيقين هما عمار 14 عاما وعبد الله محسن قرعة أو قرعة 15 عاما استشهد وأصيب الطفل غازي قرعة نتيجة انفجار لغما أثناء رعيهم الماشية في منطقة آل قرعة بمدرية النهم شرقي صنعاء وأشار المرصد إلى أنهم منذ مطلع شهر يناير الجاري استشهد ستة مدنيين منهم طفلان وسبعة مصابين بينهم ثلاثة أطفال بحوادث انفجار ألغام ومقذوفات من مخلفات الحرب في محافظات الحديدة ومأرب والجو في السياق ستشهد وأصيب ثلاثة مدنيين بانفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي في محافظة لحج وأكدت مصادر محلية استشهد مدني وإصابة اثنين آخرين نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في إحدى مناطق خط التماس بمدرية الحد شمالي المحافظة ومنذ انقلابها على الجمهورية ستشهد وأصيب ألاف المدنيين بالألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي معظمهم من النساء والأطفال وسط اتهامات حكومية للأولى بزراعة نحو مليوني لغم في مختلف المحافظات أفادت مصادر قبلية بمقتل قائد حملة لميليشيا الحوثي الإرهابية على قرية دار الشريف بمدرية خولان في صنعاء للقبض على العقيد محمد صالح الحوثي عقب انتقاده لفساد الميليشيا أخلاقيا وماليا وعقائديا مصادر قبلية أكدت مصر عقائد الحملة الحوثية على قرية الشريف بخولان الطيال المدعو عبد الحميد الحوثي مساء ثلاثاء خلال محاولته القبض على ابن عمه بتكليف من الميليشيا غير أن الأخير تمكن من مغادرة المنطقة إلى جهة مجهولة وطبقا للمصادر فقد أعلنت قبائل خولان النكف ضد ميليشيا الحوثي مطالبين برفع حملتها العسكرية من المنطقة مشيرة إلى أن العقيد الذي بات يعرف في منصات التواصل الاجتماعي بشبل خولان اشتبك مع عناصر حوثية وتمكن من الفرار لتلجأ الأخيرة إلى قصف منزله بمختلف أنواع الأسلحة واستمرارها بتطويق القرية وسط مطالب قبلية برفع النقاط الحوثية ضمن إجراءاتها القمعية بحق الأهل في مناطق سيطرتها فرضت ميليشيا الحوثي الإرهابية إجراءات جديدة تستهدف النساء من خلال إلزام بائعي محلات العبايات في صنعاء ببيعها وتفصيلها وفق مواصفات محددة وقال تجار إن قيادات تابعة للميليشيا عقدت اجتماعا أمس مع مالكي محلات بيع العبايات لإقرار ضوابط تفصيل وبيع العبايات النسائية حيث أزمتهم فقط ببيع العبايات الفطفاضة ذات الخمار الإيراني ومنذ سيطرتها على صنع فرضت ميليشيا الحوثي إجراءات قمعية بحق النساء فضلا عن منع سفرهن دون محرم من منطقة الأخرى في سلوك يشابه سلوك الجماعات الإرهابية اختطفت ميليشيا الحوثي الإرهابية مواطنا وشقيقه بعد أشهر من السطو على منزلهما في مدرية الظهار بمدينة إب وإجبار المستأجرين فيه ومستأجري المحلات التجارية على تسليم الإجارات لإحدى قياداتها وبحسب مصدر محلي فإن القياد الحوثي عبد الملك محمد الجهمي المكن أبو مالك بمعية عدد من المسلحين اختطف المواطن يونس الصبري وشقيقه على متن طقم عسكري واقتدوهما إلى جهة غير معروفة وذلك بعد أيام من تقديم الصبري شكوى خطية للقياد محمد علي الحوثي بقيام المشرف الجهمي بأسطو بقوة السلاح على منزله ونهب إجارة المنزل والمحلات التجارية بقوة السلاح ومنذ أشهر يستولي القياد في ميليشيا الحوثي عبد الملك الجهمي على منزل المواطن يونس الصبري وأجبر مستأجري المنزل والمحلات التجارية المتواجدة أسفل المنزل الكائن في منطقة الصلبة على دفع الإجارات له بالقوة احتشد عشرات المسلحين أمام إدارة أمن مدرية المخادر شمالي محافظة أب مطالبين بإقالة ومحاسبة قيادي أمني في ميليشيا الحوثي الإرهابية جراء اقتحامه منزل مواطن وطبقا لمصادر محلية فإن عشرات المسلحين من أبناء بني سرحة يستقلون نحو خمسين سيارة حاصروا إدارة أمن مدرية المخادر احتجاجا على قيام عناصر حوثية باقتحام منزل مواطن بشكل غير قانوني والتسبب في إرعاب وفزع النساء والأطفال والمصادر قالت إن الحادثة جاءت عقب قيام عناصر حوثية تبعت للقيدي شاكر الشبيبي المكن أبو بشار منتح لصفة مدير أمن المخادر باقتحام منزل مواطن على خلفية شكوى مدنية مشيرة إلى أن الميليشيا أرسلت عددا من الوجهات والمشائخ كوساطة لاحتواء وتهديئة الموقف ورفع المسلحين من أمام إدارة أمن المدرية مضطرهم للانتقال إلى إدارة أمن محافظة أب للمطالبة بمحاسبة الشبيبي مع مسلحيه إثر تكرار اعتداءاتهم ومداهمتهم منازل المواطنين والعزل وانتهاك حرمتها ضمن مخططها المتواصل في تطييف مؤسسات الدولة وإقصاء اليمنيين من وظائفهم أفادت مصادر مطلعة بتعيين ميليشيا الحوثي حفيد الإمام المطهر رئيسا لمصلحة الضرائف صنعاء بالرغم من صغر سنه ومحدودية الخبرة لديه وبحسب المصادر فقد أصدر ما يسمى رئيس المجلس السياسي الإرهابي مهدي المشاط قرارا بتعيين عبد الجبار محمد محمد رئيسا لمصلحة الضرائب دون ذكر لقبه المطهر خوفا من موجة الغليان الشعبي ضدهم احتكارهم للوظائف والمناصب بين أفراد الأسر السلالية أوضحت المصادر أن المطهر كان ينتحل صفة وكيل محافظة الحديدة ويشار إلى أن الإمام المطهر أحد الأئمة الهدوية الذين حكموا اليمن بالحديد والنار وقتل الألاف من اليمنيين بينهم ألفان أسير من موك العنس وخمسمائة رهين من خولان الطيال الذي تم إعدامهم في السجون وفقا لمصادر متطابقة سباق النفوذ والمصالح يعصف بقادة ميليشيا الحوثي الإرهابية ويوسع من دائرة الخلاف في ساحتهم ويبرز النزاع أكثر بين المدعو محمد علي الحوثي والمدعو أحمد حمد الصديق المقرب من عبد الملك الحوثي يتصارع قادة العصابة الحوثية على النفوذ والمصالح ويتسابقون للاستحواذ على أموال وثروات وأراضي اليمنيين وتتسع دائرة الخلاف أكثر فأكثر مع فترات الهدنة كما هو الحال هدنة أبريل المنصرم التي ما زالت مستمرة عمليا بشكل غير معلن حتى اليوم أبرز مظاهر وملامح تصاعد صراع قادة المجرمين الحوثيين ظهرت متزايدة بين محمد علي الحوثي الذي يشكل جناحا خاصا ويبني هياكل أمنية وعسكرية وإدارية لصالحه داخل العصابة الحوثية بحسب تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الذي قال إنه يشكل أكبر تهديد لقيادة عبد الملك الحوثي إذ يخوض فصيل محمد الحوثي صراعا كبيرا مع جناح آخر يقوده أحمد حامد الصديق المقرب من عبد الملك الحوثي وهو أيضا الشريك الرئيس في ملكية وإدارة الشركات النفطية التابعة للمتحدث باسم العصابة الحوثية محمد عبد السلام هذا بالضبط ما يعزز من نفوذ هذا الجناح وسيطرته على معظم المؤسسات الحكومية والقطاعات الإيرادية المحتلة في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت احتلالها وهو نفس السبب الذي دفع بمحمد علي الحوثي للبحث عن أوراق قوة من خارج التنظيم العسكري والأمني الجماعة وبدأ يلعب بأدوات مثل القبائل الذي عزز حضوره فيها وقاد عشرات الوساطات بين القبائل بهدف استقطاب القبيلة إلى صفه لبناء وسائل قوة خاصة به وتتسابق الأجنحة الحوثية المتصارعة على المحافظات الإيرادية ومنها محافظة إب فما إن عاد أحمد حامد من زيارته للمحافظة التي استمرت مدة إسبوعين متتاليين في أكتوبر الماضي حتى أجرى محمد علي الحوثي زيارة استمرت شهرا كاملا ثم تبعه مهدي المشاط وهذا الأخير لم يخفي انزعاجه من التحريض الممارس ضده من قبل محمد الحوثي الذي يحمله مسؤولية الإخفاق والفساد والعجز في إدارة المؤسسات والمحافظات التي تحتلها الجماعة وهناك معلومات قبلية تتحدث عن اتهامات يطلقها محمد علي الحوثي لمهدي المشاط المحسوب على جناح عبد الملك وأحمد حامد يتهمه بالفشل والفساد والتضحية بأبناء القبائل للحصول على مكاسب خاصة في طاولة المفاوضات السرية بين السعودية وممثلين عن عبد الملك الحوثي في سلطنة عمان رياضيان حول المنتخب البحريني تأخره بهدف إلى فوز مثير على قطر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتما على الساد الميناء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لخليجي 25 المقام في البصرة العراقية تقدم العنبي بهدف عن طريق لعبه أحمد علاء الدين في الدقيقة الرابعة وثلاثين لعاد المنتخب البحريني في الدقيقة الثانية والسبعين بهدف محمد وعد بالخطأ في مرمى وضاف عبد الله يوسف هدف الفوز للبحرين في الدقيقة 89 من ركلة جزاء وبهذه النتيجة رفع منتخب البحرين رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية فيما يحتل منتخب قطر المركز الثاني بفارق الأهداف عن الكويت ولكل منهما ثلاث نقاط في حين يأتي منتخب الإمارات في ذل المجموعة دون نقاط ختم النشرة وهذا تذكر بأبرز عنوينها سلطات أبيان تشكل لجنة تحقيق في اشتباكات لودر وتسلم الانتقال معسكرا بعد سيطرة المقاومة الجنوبية عليه مواجهات متقطعة بين الجيش وميليشيا الحوثي في ثلاث جبهات بتعز أتشاد وإصابة 19 مدنيا بينهم أطفال بانفجار ألغام زرعه الحوثي في خمس محافظات ختاما في أمان الله اشتركوا في القناة